مع فجر اليوم الثاني لوقف اطلاق النار في سوريا استأنفت المقاتلات الروسية غاراتها مستهدفة قرية حرب نفسا في ريف حما وقرية غرناطا في ريف حمص الشمالي وهي خلية من اي وجود لداعش أو النصرة بحسب ما افادت مصادر محلية على الارض كما قصفت مدفعية النظام اطراف مدينة بصر الشام قرب درعة مع ساعات الصباح الاولى وكانت روسيا اكدت ان غاراتها مستمرة على داعش والنصرة والمنظمات المصنفة ارهابية حتى مع بدء العمل بالهدنة بالرغم من اعلانها وقف غاراتها في اليوم الاول دعما لعملية وقف اطلاق النار الى ان ناشطين محليين وفصائل معارضة اتهموا النظام بخرق الهدنة في اكثر من منطقة في يومها الاول ووثقوا نحو 15 خرقا على امتداد الارض السورية من جهته طالب الائتلاف السوري المعارض مجلس الامن بالتصرف اتجاه الخرقات التي ارتكبها نظام الاسد خلال يوم الهدنة الاول واكد امين سر الهيئة السياسية للائتلاف انس العبدة على ان الجيش الحر وفصائل الثورة ما تزال ملتزمة بالهدنة واعتبر ان الخرقات الموثقة خلال الساعات الاولى تتعمد اجهاد وقف اطلاق النار واحباط اي مدخل للحل السياسي ترجمة نانسي قنقر